أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي العمل على صياغة خطة عمل لتعظيم سياحة اليخوت من أجل دعم وتعزيز السياحة الوافدة إلى مصر جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت في مصر بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين بمشاركة مجموعة نفيغو الإيطالية وأكد ممثل المجموعة أن الخطة المقترحة تقوم على استثمار عبقرية الموقع المتميز لمصر على خارطة العالم وفي ختم الاجتماع تم التوافق على صياغة مذكرة التفاهم التي تتضمن جوانب التعاون المقترح مع مجموعة نفيغو تمهيدا للتوقيع عليها وبدء مراحل تنفيذ عدة خطوات لتعظيم العائد من هذه السياحة